تقسيم المناطق تقسيم المناطق مهم جداً في تصميم الداخلي والدكوريات الانتغيور عندما تكون لدينا واحد من المنساحة كبيرة كما نقسمها يجب أن تسألوا كيف نبنيه أو نفرقه بموبل أو كيف نفعله هذا هو موضوع الحلقة اليوم دعوكم معي سوف نبدأ الحلقة اليوم اشتركوا في القناة 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 على بركة الله السلام عليكم ومحبابكم في حلقة جديدة من الحلقة معكم نوال بن جلول مصميمة داخلية وكوتش في هذا الميدان كيف ما فهمتوا الحلقة اليوم حلقة مهمة جداً وهي كيف نفرق المناطق من كتب المساحة كبيرة التساؤلات تسألوا كيف نبني الحيط كيف نبني الحيط الذي يكون قصير وكيف يدعون المناطق وكيف يدعون المناطق هم التساؤلات سوف نرى الأنواع القسمات المساحات لدينا اشتركوا القسمات التي يكونون مبنية يعني بحل الحيوطة التي يكونون مبنية أو السبارات التي يكونون موبيل يعني التي تحرقون ونقدرون كذلك التقسمات التي تكون لدينا بالقبض أو بالفرش هم الأنواع المهمين سوف نرى النوع الأول الذي يكون بالبني الذي كنا نعرف وليس يكون لدينا شيئاً أو شيئاً لدينا كيف نقسم الإيجابية هي سهلة ويجعلنا المساحة ويجعلنا المساحة ويجعلنا المساحة أما النوقات السلبية فهي لا يجعلنا المساحة ويجعلنا تبني هذا البيت ويجعلنا نحيضه فهو صعب جمع ويجعلنا ويجعلنا في هذه الحيوطة نقدرون نحل ونقوم بإمكاننا هذا البيت مع الأخير لإداءة كذلك سوف نتحدث النقطة الثانية التي تكون في البني وهي البلافون البلافون هو مهم جدا في القسمة المساحة ويجعلنا في الحلقة القبص القبص يجعلنا في المكان كامل فهو لا يقسمنا المساحة أما إذا نغيرنا شكل البلافون فهو يقسمنا المساحة بلغة لحيط لتشيحة لدينا كذلك البيبان يستعملهم في المنطقة حتى عمل المغرية ويجعلنا المنطقة مصدر بلغة ويجعلنا كذلك تكون مصدر البيبان هنا كنتجد الجزينا في كوزينة والصلاة مانجية ونحن نستعملها لتبقى لنا المنطقة محلولة فهنا نحلل بب دينا وكتبقى المنطقة محلولة هذة هم الإيجابيات ديال هذه القسمات نرى القسمات اللي قلنا في الأول وهو الموبيل يعني اللي يتحيدوا ويتحطوا النقطة الأولى والموديل الأول في هذا الشكل ديال القسمات وهو ريدو والستائر نعم ريدويات كي عملنا بزاف باش نقسموا المناطق دينا مثلاً عندنا جو الصالونات واحدة واحدة نقدرون نديرو غير واحد ريدو ديكوراتيف كي قسم لنا الصالونات بجوجة كي يكون مشدود فوحد جيهة فمن كن بريو يكون في صباح مجموع هكي يكون مجموع فوحد جيهة واحدة كي يكون ديكوراتيف أما إلا برينا نقسم صالونات بجوجة مثلاً كان عندنا واحد بلصاصي جو كنسو فيها فهذا ريدو كنجرروا وهكا كنقسمنا المناطق دينا غني ننزو شكل ثاني وهوما الهباراضون الهباراضون هما هذو الخشبات التي يكونوا بليابل كي يجيوا ويتحطو بحلو ستيل شينوه هذو أكثرية كنستعملهم مثلاً في المحلات التجارية كذلك في البيوت النعاز بحل دينا برينا نقسموا البلاسة اللي كنلبسوا فيها لحويش كنديروها كنغطيو بها واحدة منطقة السلبيات ديالها وهي لعلوم مكينش بزاف ولكنها كنغطي لكور دينا الإيجابيات ديالها وهي مما كنضغيوش كنجمعو هذو الهباراضون ديالنا و كنحيدوه هكا كنربحو الاسباس ديالنا كامل كي يبقى محلول غنمشيو الشكل اللي مبعد منو وهو تقسيمة اللي كنقسموهم بليموبل نعم ليموبل حتى هما يمكننا نقسمو بهم المناطق ليموبل عنا ياما كنديرو هكا وحد ليموبل با كذلك نقدر نديرو ان بيبليوتك بين جو الصالونات كنديرو فيها ديو فونكسوناليتي يعني هي في نفس الوقت كتتقسم لنا المنطقة كذلك كنقدر نديرو فيها الرانجمو يعني نجمعو فيها هذو كل المواد ديالنا نقدرون لازوبجيديك و نحطوهم باش تزوق لنا و نهارا لما كنضغيوهاش كنحيدوها و كتكون هكا سهلة علينا ماشي بحل الحياة اللي كي يكون مبني أما النوع اللي مبعد منو وهي الافيجيتاتيون أو الابلانت نعم اللي بلانت حتى هما مهمين جدا في تقسيمة ديال الاسباس ديالنا نكفي و نحطو هكا واحد جوجو لثلاثة ديال اللي بو كبارت على فيجيتاتيون كي يغطيو لنا المكان ديالنا إما جو الصالونات إما لكان عنا سيجور و صالة مانجي كذلك عنا كذلك النوع اللي مبعد منو وهو مثلا هذوك الويداس ديال القصب هذوك القصب تهو ما نقدرون ندخلوهم ولا القنباس كي يكون عنا واحد سبور لواحد اللي بو محطو كنجي و نحطو فيه هذوك القصبات ديالنا هما كيعطونا واحد ديكور زوين كنقسمو به المناطق ديالنا منها كيقسم لنا ومنها كيعطينا واحد ديكور زوين طوك غالي ندوزو النوع اللي مبعد منو وهو كيشف نفلو ماداك البيبان بالجاج هذوك تهو ما كيبقوت لكم اللي بلياب اللي كيتجمعوه في الجناب وكيبقى المنطقة مزيلة اللي مبعد منو عنا النوع ديال الكنابي او لا لموبيني نعم الفطويته هم يقدرو انقسمو بهم المساحة لنا كيف غانو شوفو في الحلقة ديالي سيجوره هالفطويته دائما واماشي دائما نحطوه في الحيط على الحيط هالفطويته نقدرو نحطوه نحطوه في الوسط ديال الصالون إلا كان عنا كبير مثلا 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 من Huawei صلاة منجي و الفطويته نقدرو الفطويته نعطيو الدرق دياله لصلاة منجي و هكا نحطو واحد لكونسول من مورا هاداك الفوطي كمسا نقسمو به المنساحة لانه يعني المنطقة و نكونو درنا واحد منطقة الجلاس و منطقة ديال الماكلة من بعد انا الشكل باش كنقسموه وهوما البانو ديكوراتيف هادوك البانو كيكونو بالخشب يأما كيكونو مقطعين باللازر يعني داك لادكو بلازر ولا تيكونو غير واحد ليلم يعني واحد الخشبات ووقفين كيكونو فيهم بزاف ديال العباراتية إما كيكونو غلط و إما كيكونو ارقاق داك المساح و المسافة بيناتهم تهياء كبتغير إما كنديروهم مواسعين داك باش نخليو داك لاذو يعني داك نشوفو المنطقات بجوج يكونو كيتشافو ولا كنزحموهم بزاف يعني كنديرو واحدة واحدة شفية مقاربين هكا ما كيكونش عنا الفيزافي بزاف يعني ما كنشوفوش المنطقة ليحدانا الاشكال ديال هادوك البانو ديكوراتيف فيهم بزاف كيلي كيكونو نخلط بالخشب والنحاس كيلي بالخشب والجاج كيين بالجاج والفيجيتاتيون كيلي كيكون تحت في ها قلصة يعني بونكيطة واعطال عندك الخشبات كينين بزاف ديالانواع أنا كنعطيكم غير الحيال باش نقسمو المناطق بلا من بنيو لان البني فيه بزاف ديالتامار فيه بزاف تلوسخ صورتو لكنا ديجا ساكنين بلا ما ندخلو البني نقدرون نفرقو هكا المناطق به هاد الحيال اللي اعتدتكم ولا هاد الانواع دياللي سيباراسون اللي قتلكم دونك هكا نكونو شفنا قاعدة سيباراسون الانواع ديالهم نصيحة ديالليوم هي عفاكم حاولوا دائما إلا كان عندكم هاداك الحيط اللي قصر حاولوا تكملو هكا بالخشب ولا بالبني ولا بالقبس وحلووا فيه واحد لانيش ديالوا فيها واحد ضو هكا يعطينا واحد جمالية لحيط ديالنا وكذلك يخلينا الضوء داخل فيها المناطق كل ما خلينا البلايس محلولين فالزينت يكون زوين ديال المنطقة كذلك الدار كتبان كبيرا دونك دائما نحاولوا عفاكم ديروها كالسيباراسون يكونوا يتحركوا باش نهار لما كنبغيوش لك نبدلوا الدكور مبقاوش ابليجي بعد ذلك الحيط ديالنا مبني دونك نتمنى أن هذه الحلقة تكون فاتكم وعجباتكم وهذه الحيال يكونوا طبقوهم تانتوا ما عندكم في الدار ديالكم سوف نحط لكم بعض الأمثلة ديال هذه السيباراسون وشكرا على تتابع ديالكم وكيف دائما نخليوا لي كومنتر ديالكم والأسئلة ديالكم باش نجاوب عليها وكذلك المواضيع اللي بغيتين نترقلها في الحلقة الجاية إن شاء الله شكرا على تتابع ديالكم وإلى اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله